السلام عليكم و اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم راح اتكلم لكم عن المدخل القادم للآيفون القادم اللي هو USB-C هل هذا الشي راح يكون صديق للبيئة الـ E-Waste اللي راح يكون الآن من الشركات او الدول يعني قبل مجبورة الآن نتحول حق الـ USB-C القرار راح يطبق على 20-24 فإذا أبل راح تغير الإيفون القادم اللي هو راح يكون في سبتمبر 20-23 وهل هاد الشي راح يكون ممتاز ولا مش ممتاز مدري يعني اوكي شي حلو ان نقلل من الاسلاك اللي ناخدهم معانا لكن الاسلاك اللي اردي عندنا الآن يعني اللايتنينج ترى موش شي جديد اللايتنينج غديم و اقدم من الـ USB-C فمثلا اروح حق اشخاص اردي عندهم بس آيفون في فئة من الناس ما عنده آيباد USB-C ما عنده لابتوب ما عنده اي جهة ثاني ما عنده الايفون اردي عنده لايتنينج طيب بيشتري ايفون قادم هنا يعتبر E-Waste هنا راح يشتري اسلاك ثانية لحق الـ USB-C طيب ليش الدول احكرت على الـ USB-C الحالة هل شي كويس يعتبر؟ انا مش منه شي كويس انا اشوف ان هذه الشي خلاص يجبر الشركات كلها او يجبر ابل كل الشركات USB-C تكوني USB-C وبكذا خلاص وين التنافس؟ ما في ابل ليش راحة لايتنينج ما راحة USB-C لو نرجع مع الايفون القديم اول ايفون نزل اللي هو 2G كان مدخلة تسميه ابل 30 بن لما داخلنا الثلاثين 30 بن بعدين 3G نفس الشي و 3GS بعدين 4 و 4S بنفس المدخل بعدين غيرت ابل وحطت لنا اللايتنينج في بداية الـ 5 والـ 5S والـ 5C برضو فمع الـ 6 وغيره و الى الان جلسين نستخدم اللايتنينج ليش ابل راحة لحق اللايتنينج ما جلست على الاصدار القديم المدخل القديم بسبب انه اللايتنينج كان افضل من هذا وبرضو اللايتنينج كان افضل من المايكرو USB ابل طلعت اخبار بعدين ان ابل كانت تنتظر مدخل جديد عشان تبي توحد المداخل لكن ما في الا مايكرو USB تبي شي ابل افضل اللايتنينج و ذاك الفترة هو المدخل الوحيد اللي كان يدعم الصوت ونقل الصوت والفيديو في نفس الوقت يعني كان ذاك الفترة انك تركب مدخل واحد تشحن جوالك في سيارتك وتنقل الصوت وكل شي كان الاجهزة ذاك الفترة كلها مايكرو USB لو نرجع معاكم برضو وقت ما قبل علنت عن اللايتون 5 وفلشير كان على المنصة وتكلم عن اللايتنينج او منزلة كان عندنا 30 بن المدخل الغديم بعدين نحولنا للايتنينج وقال انا اوكي لحي عندنا ثاندربولت ولايتنينج ليش قال ثاندربولت لنا ثاندربولت اللي موجود للشكل لنفس الUSB لكن نصرع مع الUSB هذا ابل برضو مسويته او اهي مع انتل مع بعضهم سوين السرعة هذي والمدخل هذا والقوة دي لكن نلاحظ يا من علن عن اللايتنينج قال هذا المدخل الجديد لحق الدكاة هذا الجاي يعني العشر سنوات الجاية ما حين خلصنا عشر سنوات يعني كانت ابل مجهزة شي ثاني او كانت الخطة عندها ان تسوي شي جديد بعد العشر سنوات ذي لكن من قبل سنتين دول ان ابل لازم تسوي نيو سبي سي يعني لو بحتحين المجال حق قبل ممكن تسوي شي ثاني نشوف شلي بيصير بالمدخل هذا اللايتنينج لازم يتغير يعني كلمة فلشير ان هذا المدخل للعشر سنوات الجاية لكن للاسف قبل ما حلفها الحظ نشوف الفيديو الحق في الشير شلي قال فيه وانه عام للتعبير وانه حتى نحن التعبير نحن التعبير نحن التعبير تسمى الضعبير لاننا نحن نحتاج التعبير تعبير هذا التعبير تقوم التعبير اتوقع ان ابل ليس سباقة في المداخل يعني اول جهاز يدعم لالاوب توب هو الماكبوك فقط الماكبوك بعدين الشركات ادخلت هذا الشي فهل شي كويس أن ننتقل لحين USB-C كل العالم يكون USB-C ما في تنافس أنا إلا بالنسبة لي لا كنت أنتظر قبل تسوي مدخل ثاني عشان يكون في تنافس تتكلم بعدين الشركة تطلع تقول أوه عندنا المدخل الجديد تطلع الشركات الثانية أو يعني USB-C لازم يكون فيه شي سب ثاني يصير أقوى أفضل USB-C إلا الآن متطور صح Lightning أول ما نزل ما توقعنا Lightning أول ما نزل كان 5 واط يشحن عندين نفس المدخل Lightning وصلنا 10 واط بعدها بسنة وسنتين وصلنا 12 الآن 20 وفوق العشرين نشحن برضو فصح Lightning قديم وقبل تقدر تسوي أشياء كثيرة مدخل USB-C تقدر ترفع على 3.20 مثلا لكن واقف قبل حاكذا الشي كانت تدقق على النقل بالوائرلس مثلا أنا في تصوير لو أصور مثلا بروريز ما نقلب بالسلك نقلب بالأيردروب الرودي الأيردروب برضو بطيء لكن أسرع من الكابل فهل مدخل USB-C راح يكونه كويس؟ بالنسبة لي إذا سوت قبل هذا الشي وانتقلت على USB-C راح أشوف الأجهزة البرو والألتر لو ينزل راح نسوي فيديو ثاني إن شاء الله راح نتكلم عن اللايفون ألتر لكن هناك أتمنى أبل تحط مش بس USB-C تحط Thunder Thunderbolt موجود في الآيباد برو فأبل حطته هناك أتمنى تحطه في الآيفون خاصة أن نستخدم البروريز في التصوير كده يعتبر حلة مشكلة ويعتبر تقريبا خلاص وهو أول جهاز في العالم يدام Thunderbolt ونشوف يعني نشوف منافسة كده الشركات بعدين يحطون لهم مدخل Thunderbolt في جوالاتهم فهذا الشي لكن نتكلم أن USB-C راح يكون أفضل من Lightning أنا تمنيت أن أبل يكون سوقها الحالة والتطور الحالة علشان يكون منافسة يعني الآن ما في منافسة في ساعة أبل ما في الشركة الوحيدة وأقوى مبيعات ساعة في العالم والتغنيات اللي موجود فيها فما في منافسة هذا اللي خلى حتى معالج ثلاث سنوات إلى الآن نفس المعالج باستغير أبل الاسم السيكس السيثن السيث وهو نفس المعالج نفس كل شي الايفون يعني الايفون الفورتين والفورتين البلس الايفون علي ما لسننا راحت أو قبل سنتين فقط الايفون فورتين برو وفورتين برو ماكس وهو اللي علي الايفون اي سيكستين تقول لك أبل ليش أتنافس في ذي الشي أنا وأنا أردي بانواصل البعيد ما في منافسة هذي المشكلة لأنه نكون كلنا USB-C وبعدين يعني على الأقل لو تجلس أبل على اللايتنين نجلس نذم أبل في اللايتنين وتسرعي وأنا من زمان أتكلم لكم يعني السن راحت أو ما نزل الايفون كنت أذم اللايتنين في النقل وكنت أتمنى أبل ترفع الايردروب سرعتها علشان يوصل المستوى أعلى لكن للأسف الدول اجبرت الشركات الآن يوحدون المدخل حقها يعني أنا رودي أشوف الشواحن محددة يعني أنا إذا كنت في الدوام وعندي شاحن هناك ويرلس يعني شحن جوالي فيه وجاء لي شخص عند أندرويد يبي شحن جوال أقدر ورد يحط على الويرلس حقي فموحدين بطريقة الويرلس لو أن الشركات كلها الدقيق على المدخل الويرلس خاصة الـ Qi Charge 2 اللي راح ينزل راح يكون فيه ميغنت برضو مثل المكسيف فكذا كلهم متوحدين في الشحن هنا لكن الدول وهذا الدول اللي تبي يوحدون ذالشي وما يدرون أن التوحيد هذا الحالة الآن راح يسبب E-Waste قوي مرة يعني الآن أمي لو بعطيها جوال في المستقبل لازم عطيها USB-C معه أو إن شاء الله أبل تحطها في العلب ما تخلي الشاحن USB-C لأن تقدر تطلع لك الشركة تقول لك خلاص ما تخلي USB-C ليش أحط لك already عندك يكون المدخل عالمي إذا الدولة نفسها قالت أو إن بنوحد المداخل راح تقول لك خلاص أنا وحد المداخل من السلك كان يكون عندك موحد الحين لازم عندك الجزة ثانية تدعم USB-C طيب الأشخاص اللي ما عندهم دي شيء أنا عندي USB-C في أشخاص ما عند الاiPhone بس أنت اللي حولت إلى USB-C قل أنا ما بس أبشحن أشحن جوالي ما علي من مدخل USB-C ولا Lightning وغير ما بي هدي الشيء أبي بس أشحن جوالي وأنا وردي عندي أسلاك أبي أشتري جوال جريد الأسلاك حق إذا يشسو فيهم هذه المشكلة ثانية ولو ما أتكلم لكم برضو عن المداخل أتمنى قبل تحط تندربول في الجوالات الغالية أما الجوالات العادية يعني الـ 15 والـ 15 بلس لو بتنزلهم أتوقع أنها بتحط USB-C لكن USB-C نفس iPad الجيل العاشر USB-C اللي هو 2.0 USB-C اللي شكله USB-C لكن سرعتها سرعت Lightning في النقل أتكلم لكم في النقل لكن بالشحن نشوف وين بتوصل وما توقع أنه قبل ما حطت شحن سريع تقدر ترفع الشحن في Lightning ما أدري كم رح يوصل في الشحن لكن وصلنا السبات يعني من 5 واط إلينا حين فوق 27 واط تقريبا ما حطلنا Lightning يشحن بهذه السرعة يعني فننتظر ونشوف نشوف الاحتكار الأشخاص كلهم دققين على الآيفون إنه محتكر المدخل ما يدرون إنه في شركات ثانية محتكرة الشحن السريع يعني بعض الشركات الصينية ما يستخدم معدل العادي العالمي اللي هو PD لا يستخدم تغنيات شحن خاصة فيه ولازم طبعا هذا الشي اللي يخلي في العلبة الشحن حقهم لأنه وما يحطون الشحن حقهم ما رح تقدر شحن جوالهم بشحن سريع لازم يحطون ويفتخرون إن الشاحن موجود داخل العلبة ورد يقص من لك تحط داخل العلبة لأنه لو أشتري باوربانك أنا ما قدر أشحن جوالك شحن سريع أشحن لايفون شحن سريع لأنه P.T عالمي لكن جوالك ما قدر أشحن نحط لنا USB لأن أنت حاط معيار محدد لك إذا أبل تحط USB ستحط معيار محدد أو لا الأخبار تقول راح تحط أبل معيار محدد ورح يقومون على أبل معيار محدد شركة ثانية حاطة ولو تحط أبل معيار محدد هنا أبل كل الشواحن تقريب يحط معيار محدد لها أو فكوصا في الآيفون يعني حتى المكسيف لو بتاخذ المكسيف إذا تبي تشحن ب15 واط مش ب7.5 لازم يكون لائسنز وإن الشركة ما عطت أبل لائسنز عشان تدعم 15 واط فأتوقع نفس الحركة راح يكون USB يمكن تشحن لكن تشحن بطيء لكن إذا تبي تشحن سريع لازم يكون دعم جودة محددة من أبل تحطها لكذا المهم أن يكون السلك متوافق مع الجهاز ونشوف الأسلاك اللي عندنا ما لابن تسرع لأشياء الموضوع الحين إن الليفون القادم راح يكون USB سي إن شاء الله ما ندري الأخبار تقول إيه عادي قبل قشرة يمين وتلف فسار ما ندري إلى الآن ما تسوي قبل فهذه الأخبار وانتو كتبوني تحت في التعليقات شلي تتوقعون يعني الفيديو هذا بعض الأشخاص بيقول لك أوه ما فهمت شيف الفيديو لا هذا بس راي فقلت لك أنا راي في USB وقلت لك هل أبل شيء كوي سينا تنقل حق USB ولا لا قلت لك لو تفكر فيها أنت في أشخاص ما عندهم USB في أشخاص بس عندهم iPhone يعني هل يعتبر هذي E-Waste ولا لا يجي شخص يقول أنا عندي أسلاك Lightning 5-6 هحط واحد في السيارة واحد في البيت واحد في الدوام واحد في قرية النوم طيب هذي كلهم لو بشتري جواجي لازم أغيرهم كلهم ما استخدم للايتنينج ما عندي iPad ما عندي Laptop ما عندي أي جهاز ثاني هذي يعتبر برضو E-Waste لكن الدول الشي اللي تفكر فيه مدري والتنافس وين بيروح هنا المشكلة لازم نشوف لنا منافس في المستقبل شركة ما تقدر حين خلاص الدول قصبا عليه يعني طلعت بريطانيا البداية بعدين أمريكا بعدين الهند بعدين السعودية تقريبا دقيقة وإنه لازم يكون مدخل USB-C جميع الأجهزة تمنيت إنه يقوى الشحن الويرلس ويتكنسل هذا المدخل بالكامل وما يكون في مدخل نفسه في ساعة أضل ما في مدخل لو قبل تكنسل المدخل في الآيفون وتحط مقنت أو تحط بس المكسيف خلاص لكن مشوش بيسوي فبنهاية الفيديو مثل ما قلتكم كتبوا لي تحديث في دليقات شلي تمنون شلي ودكم ولازم مبسش بس شلي ودك لازم تفكر بطريقة ثانية لحق لأشخاص اللي عندهم أردي Lightning هادم يعتبر E-Waste ولا لا هادم يعتبر الآن هدر في الأسلاك ولا لا فبنا هذا الفيديو لا تنسوا واشتراكوا واشتراكوا بسناب شاتر وضبطكم وعمل لك المكتب وشير المكتب ولا تنسوا ودعاكم والسلام عليكم